قبل أيام انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة بطاقة هوية وهذه هي الصورة المنتشرة بطاقة التعريف الوطنية لمواطن جزائري وعليها اسمه وتاريخ ميلاده وكما يظهر فهو من مدينة عين الصفراء الجزائرية الصورة انتشرت عقب إعلان كتاب القسام أسرها جنودا إسرائيليين في جباليا يوم الخامس والعشرين من مايو الماضي بعد أن استدرجت مجموعة من جيش الاحتلال إلى نافق وفجرته وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح وأسير وفي آخر الفيديو الذي نشرته القسام أظهرت صورة هذا القتيل دون أن ترفق معه أي معلومات تدل على شخصيته وتركت الأسئلة مفتوحة والتوقعات بلا أفق ومع ذلك فهذه رواية مضللة والغريب هذه المرة أن إسرائيل لم تعلق على الصورة التي نشرتها حماس أو حتى الرواية المضللة التي تم تدولها من خلال محركات البحث وصلنا للصورة الحقيقية للبطاقة المتداولة وقد نشرت قبل ما يقرب من ست سنوات للبحث عن صاحبها الذي فقدها وكما هو واضح صورة الشخص التي تظهر على البطاقة تم التلاعب بها لتظهر مقاربة لصورة الجندي القتيل الذي أعلنت عنه القسام حتى الملابس هي نفسها ومن قام بالتضليل لم يكلف نفسه حتى لتعديل وضعية البطاقة الأصلية هذا طبعا لا ينفي وجود مرتزقة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يمنحهم العديد من المزايا كراتب شهري وبطاقات هدايا ومنحة زواج ورحلة جوية لزيارة الوالدين بالخارج وكذلك الإعفاء من الضرائب الجيش الإسرائيلي بات يطلق عليه اسم جيش الجنسي المزداوجة إذ قدرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان أن عشرات الألاف من المهاجرين يشاركون في الحرب على غزة كما ترون كما نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن المهاجرين الأوكرانيين والروس الذين يساعدون الجيش الإسرائيلي كما وصفتهم الصحيفة مرتزقة إيطاليون أيضا يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وكل هذا لسد عجز الجيش الذي لا يقهر الذي ما زال يتخبط في شوارع غزة منذ ثمانية أشهر أشهر هؤلاء المرتزقة الإسباني بيدرياس فلوريس وهو من النازيين الجدد وقد قاتل في أوكرانيا ضد روسيا قبل قدومه إلى غزة هذا هو وفي مقابلة مع صحيفة الموندو الأسبانية يقول بيدرو جيت لأجل المال فإسرائيل تدفع لنا ثلاثة ألاف وتسعمائة يورو في الأسبوع الواحد يبدو لديه حق هناك أيضا أربعة ألاف فرنسي وهو ما كشف عنه لاعب كرة القدم السابق أو السابق إيريك كانتونا وهو يتساءل عن كيفية تعامل الدولة مع الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين سافروا للتجنيد أو التطوع في الجيش الإسرائيلي إذن جيش الاحتلال مزيد من جنسيات مختلفة تجمع لأجل المال الذي تنفقه حكومات الإسرائيل لتثبت أو لتثبيت احتلالها وتزوير تاريخ الأرض الفلسطينية بقوة السلاح ودعم سياسي عالمي